اتقال النهاردة انه كابتن محمود الخطيب طلب مارسل كولر في اجتماع طارق ومجلس الادارة طلب مارسل كولر في اجتماع طارق الكلام ده مش مظبوط كده كده كان في اجتماع هيحصل بين الكابتن محمود الخطيب ومارسل كولر عشان يشوف احوال الفريق وطلبات الفريق والتفاصيل من هذا النوع وكابتن محمود الخطيب بحسن مصادرنا في النادي الاهلي اجل هذا الاجتماع لبعد مبارتين مازمبي في دورة ابطال افريقية عشان ما يحصلش تشتيت في التركيز بالنسبة للمدرب وبالنسبة للعبين ما فيش يعني قرار ثوري وناري ضد الجهاز الفني زي ما بعض الناس قالت او بعض الناس كتبت دي حكاية